فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وأيضا فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليك وهذا الحديث يدل على تحريم التشبه الكفار في آنية الشرب وآنية الأكل فإذا كان الكفار يأكلون في إناء خاص أو يشربون في إناء خاص فإننا نتجنبهم في ذلك قطعا للتشبه كانوا يأكلون في آنية الذهب والفضة ويشربون في صحاف الذهب والفضة ويشربون في أواني الذهب والفضة فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لعدة علل العلة الأولى منع التشبه بالكفار وهي المقصودة هنا فإننا لا نشرب في آنية الذهب والفضة ولا نأكل في صحافها وعلل ذلك بأنها لهم يعني للكفار في الدنيا فنحن لا نتشبه بهم ولنا في الآخرة لأن صحائف أهل الجنة وآنيتهم من الذهب والفضة إكراما لأهل الجنة فإذا ترك المسلم هذه الأشياء في الدنيا تقربا إلى الله عز وجل ومخالفة لليهود والنصارى فإن الله يعوضه يوم القيامة بما هو خير منه